بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استعدادات وترتيبات تنظيم الملتقة الدولية الثالث للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا وذلك بحضور قيادات الوزارة المعنيين بالتسويق والاستثمار يأتي ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن ملتقى الاستثمار الدولي يعد خطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الصناعات الرياضية